للشهر الثاني على التوالي تتواصل في العراق أزمة اختيار رئيس جديد للبرلمان بعد إقالة رئيس السابق محمد الحلبوسي بقرار من المحكمة العليا في الرابع عشر من تشرين الثاني الماضي إثر إدانته بجريمة تزوير محاضرة رسمية تتعلق بخطاب استقالة أحد النواب ورغم دخول القوى السياسية بعدة جولات تفاوضية نحو اختيار رئيس جديد للبرلمان بالتوافق إلا أن البرلمان فشل السبت الماضي في حسم اختيار رئيس له على الرغم من ترشح كل من شعلان الكريم مرشح حزب تقدم وسلم العيساوي مرشح حزب السيادة ومحمود المشهداني الذي خرج من الجولة الأولى بالتصويت قوى الإطار التنسيقي دخلت بقوة على خط الأزمة محاولة دعم بعض المرشحين لرئاسة البرلمان ورفض آخرين وتقديم شكوا ضدهم للمحكمة الاتحادية هذا فضلا عن تسبب قوى الإطار أيضا بفشل جلسة التصويت بعد مطالبتها بوضع فقرة جديدة تهدف للحد من صلاحية رئيس البرلمان وهما أدى إلى شجار بين النواب تقرر على إثرها رفع الجلسة حتى إشعار آخر كل هذه التطورات تجعل من مسألة حسم اختيار رئيس جديد للبرلمان غير مضمونة إلى جانب استمرار الخلافات السياسية ووجود مصحة في تعطيل الاستحقاق بحسب برلمانيين أكدوا أن هذا الوضع يختم الإطار التنسيقي خصوصا الجناح المتشدد داخله المتمثل بنور المالكي وقيس الخزعلي ناشطون أكدوا من جانبهم أن فشل جلسة انتخاب رئيس البرلمان كشف حجم الخلافات بين كل الأطراف السياسية حتى المنضوية في تحالف واحد كما بيّن بوضوح تدخل الإطار التنسيقي في اختيار رئيسا للبرلمان على الرغم من أعطاء هذا المنصب للكتل السنية ما يشيب بسيطرة الإطار بأحزابه وميليشياته على البرلمان الحالي حتى قبل اختيار رئيسه الجديد